ما زال كوكب الأرض يسخر بالعديد من الأسرار التي لم يكتشفها الإنسان فالصخور الحية الغامضة في رومانيا تبدو كأنها شيء من مزرعة غريبة على كوكب آخر لكن الصخور الحية في رومانيا والمعروفة باسم تروفانت هي بالفعل من هذه الأرض وهي تتكون بشكل طبيعي من العمليات الجيولوجية التي تكشف الكثير من أسرار الأرض تميزت بلدة صغيرة في رومانيا تسمى كوستيستي بأنها موطن لظاهرة جيولوجية غير عادية وهي وجود صخور غريبة الشكل تنمو وتتكاثر وشكلت محور اهتمام لزوار رومانيا وبقيت بمثابة لغز للكثيرين خاصة فيما يتعلق بحجمها الذي يستمر في النمو ذكرت صحيفة ديلي ميل لبريطانيا أن الأحجار المنتفخة الغريبة في رومانيا تنمو وتتنفس بنفس طريقة نمو الأنسج النباتية تلد أحجارا جديدة تماما مثل الحيوانات وأوضحت الصحيفة أن تروفانت لا تظهر ببساطة من الأرض فهي موجودة في كتلة رمال من مختلف العصور الجيولوجية وتنمو ببطء مع مرور الوقت تظل وجود مياه الأمطار ويبدو أن الأحجار الحية الغريبة هذه تنمو بنفس طريقة نمو الأنسج النباتية وتلد أحجارا جديدة تماما مثل الحيوانات وقالت الدكتورة ميريسيا تيليكيانو من المعهد الجيولوجي في رومانيا أن تروفانت كلمة استخدمت لأول مرة في الأدبيات الجيولوجية من رومانيا ويمكن لزوار موقع كوستيستي المشي على مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأحجار القروية التي تنمو ببطء مع مرور الوقت في وجود مياه الأمطار وهي تتكون أساسا من قلب حجري صلب محاط بالرمال التي تشكل قشرته وأكد العلماء أن الصخور تشكلت من خلال النشاط الزلزالي المكثف والطويل الأمد بشكل غير عادي في العصر الميوسيني الأوسط قبل 6 ملايين عام وعند قطع الصخور يمكن ملاحظة نتوآت وحلقات تشبه إلى حد كبير الحلقات التي تشكل محيط الأشجار والتي يمثل كل منها فترة نمو محددة وبسبب نموها وكثرتها فقد وصفها السكان المحليون والسياح على حد سواء بأنها حجارة حية بسبب الطريقة التي يبدو أنها تتغير فيها مع مرور الوقت فضلا عن قدرتها على الانتقال من مكان إلى آخر وأضافت دكتورة ميريسيا من المعهد الجيولوجي في رومانيا أن أعمار الصخور مختلفة ربما يكون البعض أصغر سنا لأن القدامى يمكن أن يلد أطفالا جددا والأحجار الحية لا توجد فقط في رومانيا فهي تتواجد في جميع أنحاء منطقة الكربات في رومانيا لكن تلك الموجودة في كوستيستي أكثر شيوعا ولها أقطار كبيرة إنها قروية ولها شكل بيض والعديد منها لها أشكال مزدوجة معقدة وطحضت روفانت أو الأحجار الحية بشعبية كبيرة لدرجة أنها وجدت مكانا في الفلكلور المحلي في رومانيا حيث ادعى البعض أنها تستطيع النمو والمشي وإنجاب الأطفال الصغار وفقا لهاو ستاف ووركس فقد حيرت الصخور المراقبين منذ القرن الثامن عشر حتى شكل كثيرون في أنهم كانوا بيض دينسور أو أحافير ناباتية أو قرونا غريبة نزلت لسطح الأرض من الفضاء فهل لا ستكشف الأبحاث العلمية مفاجآة جديدة عن الصخور الحية؟ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة